أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الأخلاق من أعظم ما جاءت به الرسالة المحمدية علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلق وهو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق من الأخلاق التي ربما تغيب أحيانا عن أذهاننا ثقافة الاعتذار أنا آسف أني أخطأت في حقكم أنا آسف لما بدر مني أنا أعتذر أني تكلمت عليكم ما المانع أن يعتذر الإنسان إذا ما أخطأ في حق أخيه ما المانع أن يقول أنا آسف لأني كسرت في هذا الشيء لأني أغضبت أحد الناس لأني خاصمت وما كان لي حق أن أفعل هذا من لا يعتذر اعلم أنه فيه شيء من الكبر لأن التواضع يجعل الإنسان دائما يندفع إلى أن يقول للآخرين أنا أطلب العفوة لأني أخطأت في حقكم الصالحون فعلوا ذلك وما استنكروا أن يقولوا نحن أخطأنا ونحن نعتذر سيدنا بلال بن رباح مؤذن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه حدث بينهما حوار فتكلم أبو الدرداء بكلمة أغضبت سيدنا بلال قال أبو الدرداء لسيدنا بلال يابن السوداء كلمة شديدة ما يحب سيدنا بلال أن يسمعها وما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع أن رجلا عير آخر بهذا فهو الذي علمنا عندما قالت السيدة عائشة يوما أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا وكذا يعني قصيرة القامة فقال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أي لو اختلطت بماء البحر العذب لجعلته مرا الكلمة شديدة ووقعت على سيدنا بلال بشدتها فأحزنته وما كان منه إلا أن ذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أبا الدرداء لماذا قال له ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول لأب الدرداء يا أبا الدرداء إنك امرئ فيك جاهلية أعيرته بأمه استنكر عليه فعله واستنكر عليه قوله ويذهب سيدنا أبا الدرداء إلى سيدنا بلال ويعتذر قيل في رواية أنه وضع خده على الأرض وقال لسيدنا بلال لن أرضى حتى تطأ بقدميك رقبتي هكذا اعتذر رضي الله عنه وقبل سيدنا بلال اعتذاره وقام وتصالح وتسامح من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها يقول له سمحني أنا أعتذر أني أخطأت في حقك من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها في عرض أو شيء يتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون هناك درهم ولا دينار في الآخرة القصاص بالحسنات والسيئات أنت أخطأت في حق أحد ولم تطلب منه المسامحة والاعتذار لم تطلب منه العفو والصفح اعلم أنه سيتحكم في حسناتك يوم القيامة كم نترك ألسنتنا تلوك في أعراض بعضنا نتكلم بالسوء ولا نعرف عقوبة ذلك عند الله في الآخرة كلمة يقولها العبد فيقع بها في صخط الله يبتعد بها عن رضى الله تبارك وتعالى لذلك لا بد أن نزن كلامنا وأن نعرف ما نقول لا بد أن نعرف أن كل كلمة تسيء إلى الآخرين أنت أيها العبد لا بد أن تعتذر حتى يصفح عنك وحتى تسامح لتأتي يوم القيامة ولا تطالب لأن الحساب يوم القيامة شديد عسير نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من قولة السوء ومن فعلة السوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة